حققت الجزائر تقدماً معتبراً في مجال توسيع مساحتها المسقية خلال السنوات الأخيرة حيث اتخذت عدة إجراءات تحفيزية من قبل الوزارة الوصية دفعت بالعديد من المستثمرين للإقبال على هذا القطاع وهذا ما يتماشى مع أهداف الوزارة المسطرة لرفع الإنتاج الوطني للمنتجات الاستراتيجية المساحة المسقية الكلية هي رأي تفوق المليون وخمسمائة ألف يكتار يعني كامل الشعب الفلاحية المنتجات الفلاحية فيها أما فيما يخص الحبوب رأيت فوق 350 ألف هكتار يعني العلم أنه الموسم الحالي حددنا هدف وصول 500 ألف هكتار ولكن يعني كاين بعض المعويقات اللي خلاتنا موصلناش للهدف هذا ولكن الحمد لله سجدنا على مستوى بعض الولايات نتائج جد إيجابية إجراءات استباقية اتخذتها الوزارة من خلال وضع آليات الدعم وتنظيم أياما تحسيسية بالدرجة الأولى ثم دورات تكوينية وتوفير تسهيلات إدارية مع مرافقة الفلاحين إجراءات ساهمت في مضاعفة مردود الإنتاج مردود إنتاجي يعني نضعفوه يعني بسهولة تم كاين عدنا فلاحين ما شاء الله وصلوا مردود إنتاجي ووصلوا حتى 80 قنطار في الهكتار وهذا مؤشرات ما شاء الله يعني عدنا الإمكانيات ما علينا إلا الفلاحين يحترموا المسار التقنيوي يطبقوه بحذفره التغيرات المناخية العالمية أثرت كثيرا على مخزونات المياه السطحية والجوفية في الجزائر ما شكل معاناة للفلاحين في استغلال هذا المورد الحيوي الهام وعليها قامت الوزارة الوصية بدعوة إلى مباشرة عملية السقي التكملي بالنسبة لولايات الشمال من أجل إنجاح الموسمة الفلاحية